النهاردة الاهلي والزمالك وباقي الانداء والكلام على الاهلي والزمالك تحديداً أكبر ناديين في مصر أظهروا لك صورة يعني إيه نسفة كل اللي كنا بنسمعه يقول لك إيه أصل الاهلي والزمالك أقوى من منظومة الكرة في مصر الاهلي والزمالك بيمشوها زي ما هم عايزين الاهلي والزمالك النهاردة قاعدين وسط 18 نادي وسط الرابطة وسط منظومة جديدة ويقولوا يلا نصلح يا جماعة ويلا نمشي ما قالكش مصلح تانا وماليش دعوة بحد فالكلام اللي كان بيتقلنا برضو ما كانش واضح النوحية هو ممكن زمانت تتكلم آب هو طبعاً لما الاندي أكبر ناديين في الشرق الأوسط أنت تتكلم أهلي وزمالك الجماهرية اللعبة انتاج رصيد كله ده واجه المصر مع الإسماعيل والاندياء الجماهرية طبعاً الناس اللي دخلت برامز والناس اللي موجودة أنت لنك تساعد وتخدم الناس دول طبيعة هو لازم يخدم المنظومة بتاعتها دوكورة هو النادي الأهلي ده منين؟ من السعودية؟ ولا من قطر؟ لا النادي الأهلي هنا والزمالك من هنا فخلاص هو لازم لما يشوف سيستم كويس ومحطوط بالمبدأ ده وبنظام ما هو كمان هيكتك هيبقى معاك عايزي نجح آه طبيعة اجباري ما أنا كمان منظومة هنجح معاك أنا عايزة بكبروفيشنال هو بيمشي على الخط ده زمالك وأهلي عايزين يمشي على الخط ده صحيح هي الوجهة ما احترامل أي حد موجود في الدوري كأسماع عندها أهلي زمالك خلاص في حاجة دائما بترهقني جدا والتفكير فيها وهي صعبة بصراحة أي مدير فن المنتخب مصر مش بس الكابتن حسام حسين مدير فن الحالي يقول لك والله أنا محتاج أيام زيادة عشان خاطر أستعد أكتر للمنتخب وواه وواه ودائما الجملة المشهورة جدا مصلحة الكرة المصرية أن احنا ناخد أجازة أو ناخد وقت أكبر نستعد في المباراة مهمة هل دي بتبقى مصلحة الكرة المصرية ولا ده ضرر للكرة المصرية هو زي ما أنت بتتكلم هو على حسب الفكر خلاص أنا بالنسبة لي أنك تاخد من راحة اللعيب دي دارة أو تزود عن الفيفا دي دي تبقى شوية صعبة كابتن حسين عشان هو خايف على الإسم والمنتخب والوضع والدنيا فهو بيحاول أنه هو عايز يجمع الناس ويدهموا الطريقة بتاعته ويفاهمهم أكتر مفهوم النواية السليمة طبعا أه طبعا إنما الكابتن حسينما لو خلاص الناس مع الوقت مثلا الكابتن يعدي مثلا شهرين ثلاثة خلاص اللعبة بدأت استوعبت فكر الكابتن والدنيا تمام خلاص عرفوا السيستم بتاعه فالكابتن أكيد مش هيزود صح كده أكيد مش هياخد وقت طبعا شكرا